تتصاعد نذر الحرب في أوكرانيا مع استعداد دول غربية لإجلاء دبلوماسيها من كييف وذاكرت شبكة سي أن أن سفارة واشنطن في كييف طلبت من وزارة الخارجية السماح لها بمغادرة موظفيها غير الأساسيين وأسرهم ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية أن واشنطن أخبرت كييف بأنها ربما تبدأ بترحيل بعض موظفي سفارتها في الأسبوع المقبل كما أوردت وسائل إعلام ألمانية أن برلين أعدت خططا لإجلاء دبلوماسيها من أوكرانيا إذا تدهور الوضع في الوقت ذاته نصحت وزارة الخارجية البريطانية مواطنها بعدم السفر غير الضروري لأوكرانيا لأن الأحداث تمضي سريعا تأتي هذه التطورات في ظل حجد روسيا ألاف من قواتها وعتادها العسكري المتطور على مقربة من الحدود الأوكرانية وذلك بداعي إجراء تدريبات في حين يتخوف الغرب وكييف من إقدام موسكو على غزو الأراضي الأوكرانية قريبا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينيسكي قال أنه يؤيد فرض عقوبات على روسيا الآن قبل غزوها المحتمل لبلاده مشددا على أن العقوبات على روسيا لن تكون ذات أهمية بعد أن تفقد أوكرانيا كامل أراضيها في المقابل تقول وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تماطل في مناقشة مقترحات روسيا للضمانات الأمنية منذ تسليمها إلى الجانب الأمريكي قبل أكثر من شهر وتصر موسكو على تقديم واشنطن وحلف الناتو ضمانات مكتوبة في مقدمتها عدم قابول عضوية أوكرانيا في الحلف إذ تعتبر ذلك تهديدا للأمن القومي الروسي ترجمة نانسي قبل